اه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دي حاجة مهمة جدا انتي ار ايه دا اوي يعني كده في عمل او في صناعة الاتصالات عندنا هنا في مصر دا الكبير اللي الكل بيعمل له الف حساب ليه لانه شغلته زي ما انت سامع كده تنظيم الاتصالات تنظيم هذه العملية طيب اللي حاصل انه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيشتغل على مسألة توفير خدمة متعلقة بيه التحكم في الخدمات الترفيهية الزام شركات المحمول باختار المستخدمين باي خصومات تتم من رصيدهم اعلامهم بحجم الاستهلاك بصفة دورية مجانة هنا بيجي دور الحوكمة وعليه ضفنا العزيز داخل الستوديو لأول مرة جاءوا الستوديو مش عبر الهاتف مهندس محمد ابراهيم رئيس قطاح حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من وارنا شكرا يا فندي مناسعيد طبعا برقاء حضرتك دايما مداخلات لكن يعني انا مع حضرتك في الستوديو المرة دي بقى يا بختنا موجود معنا شكرا بنفسك جوة الستوديو هنا بقى هروح على مسألة الحوكمة فيه اطار انه لو حصل اي مثلا زي ما كنا بنكلم كده خصومات من الرصيد بتاعي او من حسابي او من فطورتي لازم ابقى عارف فيه اي خدمات لازم ابقى عارف فيه اي حاجة بتتم على الخط بتاعي او على حسابي لازم ابقى عارف والشركة تخترني به الاي مدى دا مفيد ليا وفي نفس الوقت اعتقد انه لين عكاسات ايجابية على الشركة نفسها تمام يا فندي طيب في البداية كده نشرح دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز بيعمل في اطار قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 القانون دا حدد اهداف الجهاز والدور المنطبية اهم الاهداف هو عبارة عن ايجاد علاقة متوازنة ما بين 3 اطراف التلات اطراف هم استراتيجية الدولة الجزء التاني اللي هي الشركات مقدمة الخدمة الحاجة التالتة المهمة جدا 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 هي المستخدم فالجهاز طول ما هو فيه علاقة متوازنة بين المثلث متساول اضلاع الجهاز نجح في دوره كانت توجهات معايا لوزير الاتصالات وتكنوجيا المعلومات الدكتور عمر طلعت انه لازم نهتم بالمستخدم يبقى فيه استراتيجية واضحة للمستخدم فيه مبادرات واضحة للمستخدم وبنان عليه المهندس حسام جمل رئيس التنفيذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل فريق عمل في كل الاطراف في كل المجالات يجب ان تكون فيه استراتيجية ومدرات واضحة للمستخدم وبنان عليه ابتدينا نشغل من اكتر من سنتين في الجزئية دي كانت اهم الحاجات عشان نعرف نبض المواطن ونبض المستخدم يجب تطوير مركز تلقي الشكاوي لان ده الوسيلة اللي هنقدر من خلالها نعرف ايه الشكاوي وايه المشاكل اللي بيابرها المستخدم كمنا بتطوير المركز ده النهاردة المركز ده بيتلقى يمكن اصدرنا خلال النصف الاول تقرير الشكاوي عندنا 143 الف شكوى خلال ست شهور من عام 2022 وبس هنا نرصد الشكاوي دي واهم الشكاوي دي كان مهم جدا بالنسبة لنا مش مجرد نحل الشكاة بطلاقة فردية لان طبيعي جدا لو حد اشتكى وحلناها خلاص الموضوع انتهى لا احنا عايزين نبص ايه الشكاوي اللي بيعاني منها بنسبة كبيرا المواطنين ونبدأ نحط لها حلول جزرية الحل ده يعود على المواطنين بصفة عامة كانت من الشكاوي المهمة جدا بالنسبة لنا زي ما حتك قلت كده الشكاوي الخاصة بالفوترة والخاصة بالاستخدامات الخاصة بين المواطنين كان مهم جدا اصدرنا بقى العديد من المبادرات في هذا الاتجاه اول مبادرة اصدرناها في هذا الاتجاه ان اي عميل بيشحن بيشحن الكارت بتاعه اول ما يشحن الكارت بتاعه يجيله كل الخصومات ان وجدت ممكن العميل يكون عليه بعض الخصومات سواء بالضرائب سواء في بعض الخدامات اشترك فيها وبالتالي يظهر الرصيد بالكامل ايه الخصومات اللي عندك والفلوس اللي نزلتلك عشان ما يجيش يقول انا شحنت وفجأة وده كان ساعات بيحصل فكانش يعرف الرصيد دراح فين فلو مشترك في خدمة معينة ممكن يلغيها ده كان من اهم الحاجات اللي طلعناها الحاجة التانية اللي لناها الناس بتشتكي منها ان في بعض الخدمات ان الناس بتقولوا ما اشتركتش في الخدمة دي في بعض الماشتركتش فيها او خصومات بتحصل مش عارف مصدرها ايه كان مهم جدا نصدر تعليمات خاصة بيه خدمات الكيمة المضافة والخدمات الترفية ايه هي بقى الشروط اللي حطناها وبعتناها للشركات وقالزمنا بها الشركات اول حاجة اي خدمة من هذه الخدمات قبل ما العميل يشترك لازم بتجيله رسالة الرسالة دي بتظهر الخدمة اللي حضرتك هتشترك فيها سعر الخدمة هو ايه بالزبط الكود اللي هتشترك فيه وبالتالي العميل بيشوف الخدمة اللي عايز يشترك فيها بيشوف الفلوس بيشترك عن طريق كود هو اللي بنفسه برغبته اللي بيدوس على هذا الكود طب اشترك في الخدمة دي أول ما الشرك يجي له رسالة حضرتك اشتركت في الخدمة الفلانية بالسعر الفلاني وهتبع طريقة التحاسب بالطريقة التالية فالعميل عارف طيب مع كل خصم بيتم سواء كان يومي أو أسبوعي أو شهري بيجي له رسالة اسمها رسالة الخصم الرسالة دي بتقوله السعر اللي انت بتخصم منك ولو حابب تخرج دلوقتي من الخدمة دي بيظهر له كود اسمه كود الخروج وبالتالي العميل عارف من أول ما اشترك مع كل خصم بيتم ولو حابب يخرج ومع هذا كمان عشان كمان حاجة زيادة على كده أصدرنا حاجة اسمها الكود الموحد للجهاز احنا رقم الكول سنتر بتاعنا هو 155 خدنا الرقم ده واستخدمناه في حاجات كتير اللي هو نجمة 155 شبك ده اسمه الكود الموحد أي حد هذا الكود مجانا يقدر يضرب الرقم ده يقوله ايه الخدمات اللي حضرتك مشترك فيها استعلام أول ما تظهر الخدمات دي عندك الحرية كاملة ان انت تقدر تلغي اي خدمة من الخدمات اللي حضرتك مشترك فيها عن طريق هذا الكود كام واحد استخدم هذا الكود حتى الان بنتكلم اكتر من 35 مليون مواطن استخدموا هذا الكود للاستعلام وللغاء الخدمات وبالتالي كان مهم جدا 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 يعني لو ديتنا الفرصة في حاجات كتيرة هنتكلم فيها دلوقتي كلها متعلقة باحتياجات للمواطن شكاوي الإناهة عند المواطن تديني نوجد لها حل منذ صدور هذا الكود ومنذ صدور هذه التعليمات سواء أكواد التفعيل أو ما قبل وما بعد اشتراك في هذه الخدمات نسبة الشكاوي قلت جدا وده موشر بالنسبة هل احنا نجحنا فيه الاستراتيجية اللي حاطنا ولا لا الجزء الثاني المهم جدا والليناه كان بيمثل مشكلة كبيرة جدا حرية التنقل ما بين الشركات كان عندنا مشكلة كبيرة جدا ان المواطن ما بيروح للشركة وعايزيني للشركة تانية سواء شركة محمول او انترنت سابت كان الإجراءات طويلة جدا الوقت بياخدوا طويل جدا طيب احنا عايزين يبقى فيه حرية فيه تنافسية ما بين الشركات المواطن هو اللي يختار هو السيد هو اللي يختار الشركة بالسعر اللي يناسبه وبالتالي اطلقنا منذ عامين كواعد خاصة بالتنقل ما بين شركات المحمول اكبرناهم ان التنقل يتم خلالي يا فاندم 24 ساعة ومش حدرتك تروح للشركة اللي انت شغال معها اللي تروح للشركة اللي انت عايز تنتقل إليها تعودت إليها وتقدم الطلب الطلب ده خلال 24 ساعة لو ما حصلش انتقال لهذا العميل بيحصل ان فيه عقوبات بتتم على هذه الشركات تعمل بقى قلية محاسبة احنا حضرتك وقعنا عقوبات على الشركات المحمول خلال العام المالي 2021 2022 بخصوص هذه المسألة اكتر من 100 مليون جنيه عقوبة على الشركات المحمول يا بلاش الله طيب كام واحد انتقل بسخدام هذه الخاصية مليون واحد مليون واحد غيروا قدروا ينقلوا من شركة لشركة وبالتالي فيها نفسه ما بيش شركات لان الشركات حتى ما بتيجي تنيل منها هي عايزاتك تفضل معها فتبدأ تحسن خدمة تبدأ تشوف انت بتشتيك مديد انا عايز اسأل حالك على اللي قلته لي ده هقول قلته لي كده عايز اقولك على الخدمات اللي احنا كمان قدمناها خلال الفترة دي هستأزم بس الأول نروح للفاصل ونرجع مرة تانية هنتكلم على ده نجمة 155 شباك ده مهمة قوي بالمناسبة فاصل ونكمل الكلام طيب انا مش هطول انا فضلي تلت داق مع المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع حكامة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انا جربت دلوقتي نجمة 155 شباك حلو بالموضوع ده يعني ولسه انا هكمل عليه بقية الليلة زي ما بتقال بس انا هرجع بسرعة على المهندس محمد وهسألك معلش اشان ااسف على الثلاث دقيقة دول لكن ايه اللي انا اقدر اعمله عشان اشوف الخدمات وما الى ذلك احنا حتى كنا في الفصل بنقول على السوبر أب بتاعنا نقدر نستخدمه وهيحقق لي يعني ما يفوق احيانا تصوراتي حتى جهوه جهاز نفسه يعني حتى جهوه جهاز كلنا بنتكامل ديجيتال طب ازاي المواطنة حبتتكلم في اتصالات وازاي لسه بيتعامل مع الطرق التقليدية كان مهم جدا ان الجهاز يطلق ايه سهل جدا فيه خدمات تفاعلية ايه الخدمات اللي موجودة في الايه انا كعميل ايه اللي همني كعميل اللي همني ان انا وانا باختار الشركة اشوف احسن تعريفة باحسن جودة وفرنا الخدمة دي في القاب بخش على القاب اشوف المنطقة اللي انا فيها واشوف احسن شركة من الشركات اللي موجودة اخطار الشركة دي كجودة على منطقتي على منطقتي طيب ايه احسن سعر حتى تخش على القاب وتخش على تعرفتي وتحدد السعر حسب الكمية اللي انت عايزها يعني لو عايز تدفع فلوس معينة في الشهر تحط انا عايز كنياتي بمبلغ معين يطلع لك كل الافر وكل العروض اللي بتديك الامكانية دي في الشهر طيب انا عايز كمية معينة يزهر لك كل العروض اللي بتديك الكمية اللي انت عايزها في الشهر طيب حديدت الشركة وحددت بناء على الجودة والسعر عايز اروح الفرع يزهر لك في القاب اقرب فرع لحضرتك تروح الفرع الخاص بالشركة دي وتقدر تتعاقد طيب او انا عندي خطه عايز احاول حلاص حضرتك زي ما قلنا خلال 24 ساعة تروح الفرع وتقدم على طلب التحويل طيب طلبي عايز اتابعه من خلال القاب اشوف الطلب بتاعي واشوف هو واقف فين طلب التحويل نفسه طب انا عندي خدمة انترنت ارضي في الشركة وعايز اغيرها لشركة تانية اه ده موضوع كبير بقى موضوع الانترنت الارض ده كانت فيه مشاكو احنا شفناها من خلال الشكاوي اللي كانت بتجلنا من الكل سنتر كان الناس بتعاني بنسبة كبيرة سواء من الاجراءات او الوقت الطويل اللي بياخدوه للانتقال من شركة لشركة منذ اكتر من سنة بالزبط يوم 12 سبتمبر يعني بنتكلم في سنة بالزبط الجهاز تغير المنظومة دي تماما اكبر او الزم شركات المحمول ان يتم الانتقال من اي شركة لاي شركة خلال 72 ساعة على الاكثر على الاكثر ده بحد اكثر بتروح لحضرتك للشركة اللي حضرتك شغال معها بتقدم طلب اسمه طلب الالغاء وتدفع رسوم بتدفع الفلوس لو كان عليك اي فلوس او مديونيات هذا الطلب مجانا وبتاخد حاجة اسمها رقم للغاء خلال 24 ساعة بعد ما بتاخد رقم للغاء بتروح للشركة الاخرى وتقدم الطلب خلال 48 ساعة الشركة التانية بتقدم لك الخدمة كام واحد استفاد من هذا الموضوع حتى لان بنكلم اكثر من 900 ألف واحد استطاعوا ينقلوا من شركة لشركة في خدمة التنمت السابق هل وردنا دايب موجود على السوبر أب في السوبر أب اللي موجود الوقت فيه خدمات كتيرة جدا تفعولية هندخل فترة رئيبة انت تقدر اولا فيه خدمات تفعولية زي ما حدك بتقول لو عندي اي شكوى النهاردة من السوبر أب قادر استعمله النهاردة 12% من المواطنين بيستخدموا السوبر أب فيه الشكاوي يعني احنا عندنا النهاردة من 143 ألف شكوى اللي انا قلتهم 85% منهم بيستخدموا 155 15% بيستخدموا الوسائل الديجتال 12% من الـ 15% بيستخدموا سوبر أب و 2% واتساب وغير وبالتالي السوبر أب ده مهم جدا يبقى فيه طريقة للتواصل حاجة تانية المهمة جدا حتى في السوبر أب أرقامي قادر أعرف الأرقام بتاعته دي نقطة من النقاط اللي الناس كنت بتتكلم عليه ان أنا فيه أرقام كتيرة متسجلة باسمي قادر أحط رقم البطاعة والرقم بتاعي قادر أعرف كل الأرقام اللي متسجلة باسمي وتطلع للأرقام دي وقدر أرغيها وأشوف معي أو لماذا شو معي ويمكن سوبر أب خد ريكورد عالمي بحب أقوله ان احنا من خمس مشاريع على مستوى الاتحاد الدولة والتصالات كان السوبر أب المصري وخدنا شهادة من الاتحاد الدولي ان هو من أفضل خمس مشاريع على المستوى العالم كان فيه ألف مشروع متقدمين فدي حاجة احنا بتشرفنا ان احنا عملنا حاجة زي كده الموضوع ده احنا اللي تشرفنا بوجودك معنا وكده كده هنستمر دايما يعني نزعجك باتصالاتنا التليفونية ونزعجك أحيانا برضو بوجودك معنا جوة الستوديو لأنه مهم عندنا نتكلم على ده بشكل كمان أكثر استفادة خلال الأيام الكتير اللي جاية شاكل لحضرتك يا فندم وساعد دايما باللقاعة جدا أنا شخصيا نزلته من اللحظة الأولى والحاجة التانية نجمة 155 شباكة عشان تشوف الخدمات اللي انت مشترك فيها أخيرا وليس آخرا تخلص الحلقة لحد كده إلا أنه دقايق وهيكون موجود معنا كريم رمزي فينك يا كريم زمانه دلوقتي داخل علينا هناك أه أظل أنا شايف شايف ظله أهو كريم أهو منور يا كريم ينور الستوديو ينور رقم عشرة بعد أجازة نتمنى أنها تكون سعيدة جدا الأسعد منها أن احنا نشوفه معنا كل يوم ببقى حظي حلو وإحنا بنتقابل على آخر الليل على كل نخلصة الحلقة لحد كده وإن شاء الله أنكم موجودين معاكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات موسيقى